تواجد أي قوات أجنبية في العراق تنحصر بدورها بتدريب القوات الأمنية العراقية ولا يجوز تواجد قوات أجنبية تتولى مهام قتالية على الأرض العراقية وحيث إنه قد مضى أكثر من سنتين على إنهاء دولة الخرافة الداعشية قرارات تتبعها قرارات وتصريحات لا تكاد تجد من يصدقها حتى داخل قاعة البرلمان يؤكد عبد المهدي ويستعرض مهام القوات الأمريكية في العراق فيقول إنها للمشورة والتدريب فقط ويقطع جازما أنها لا تشارك بأي عمليات عسكرية كان حديث الرجل طويلا أقبل غارة الأمريكية التي ضربت إيران في مقتل عندما استهدفت سليماني كغيره من التصريحات يجد على الأرض ما يفنده فيخرج البنتاجون ببيان مقتضب عن مقتل جنديين في العراق بنيران معادية تباعا تأتي تفاصيل مهمة قتالية ضد تنظيم الدولة في محافظة نينوى قادتها القوات الأمريكية ورافقتها قوات حكومية بمشاركة مقاتلات حربية اشتبكت القوات المهاجمة مع عناصر التنظيم فقتلت منهم وقتلوا منها جنديين أمريكيين وتسعة من عناصر قوات مكافحة الأرهاب بحسب مصادر عسكرية المصادر قالت إن ما جرى في قضاء مخمور لم يكن الأول تلتنسيق والعمل القتالي بين القوات الأمريكية والحكومية مستمر بيد أن تلك النوعية من العمليات تتم بشكل سري ولا يعلن عنها إلا في حال وجود خسائر بشرية في الجانب الأمريكي ولعل السبب الذي يجعلها سرية مناقضتها لجميع التصريحات التي تتحدث عن مهمة التدريب فقط التي تتولاها القوات الأمريكية في العراق وإنهاء خطر قنظيم الدولة وبصرف النظر عن الإعلان الأمريكي الذي يضرب التصريحات الحكومية فإن الأمر برمته لا يكشف عجز الحكومة بقدر ما يكشف أن المتحكم الفعلية في البلاد طرفان يتنازعان النفوذ أحيانا ويتخادمان أحيانا أخرى ولا يملك ساسة العراق الجدد إلا الإنصياع لأحد المحورين أو الخروج ببيانات استنكار وإدانة وهذا ما فعله رئيس لجنة الأمن في البرلمان السابق والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي عندما اعتبر أن العمليات القتالية للقوات الأمريكية تحدي للحكومة ولمجلس النواب ليست المرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة التي تظهر الوقائع مناقضة الحكومة لنفسها وعدم امتلاكها سلطة فعلية في العراق لا على قوات أجنبية ولا ميليشيات محلية فساد ودمار وانعدام سيادة وبلد مستباحة لم يثغ العراقيون إلا لهدف سام استرداد الوطن ترجمة نانسي قنقر